اشتركوا في القناة ايضا رموز في المنام بمجرد ما يشوف الرأي والحالم يعرف ان شاء الله في حدوث بعض الامور المحببة للنفس ربما خطوبة ربما زواج ربما تحقيق هدف مطلوب طبعا النهاردة هنذكر لكم اهم الاحلام والرموز والرؤى اللي بمجرد ما يشوفه اي رأي في المنام او اي حالم يعرف ان شاء الله في حدوث فرج في حياته يعرف ان شاء الله في دنيا مقبلة عليه بكل خير موضوع مهم جدا بس قبل ما يخش على تفاصيل الفيديو المهم ده اتمنى ان انتو تصلوا على النبي على يفضل الصلاة والسلام وتدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل لكبر قدر ممكن من الناس لما شوف النائم ان هو بيحرق ثيابه والثياب دي كانت حالتها سيئة ربما كانت ممزقة ربما كانت ممتسخة ربما الحالم يشوف ان هو بيخلع الملابس اللي كان بيرتديها دي واللي يعني الملابس زي ما قلت لكم كانت ممزقة او متسخة او كانت غير جيدة وفمجرد ما يشوف وان هو شاف في المنام ان هو ارتدأ ملابس جديدة يعرف ان شاء الله في تغيير في حياته للأفضل ربما انتقال من حياته للعزوبية للزوهية ربما آآ بتبشره ان شاء الله برزق او مال قريب جدا بازن الله يغير حياته للأفضل لما يشوف النائم في المنام ان في بقرة دخلت لبيته وقام بربطها او شاف نفسه ركب على ظهر بقرة ده بيعني ان هو ان شاء الله على وشك الحصول على خير وعلى رزق قريب بازن الله لما يشوف الحالم او الرأي ان هو بيغتسل او بيتطهر ده بيعني ان شاء الله آآ يعني بلاءه هيزول يعرف ان ان شاء الله في توبة آآ من ربنا عز وجل ليه وان ربنا غفر جنوبه يعرف ان ان شاء الله آآ في حال المشاكل اللي هو بيمر بيها ايا كانت لما يشوف الحالم ان هو كان في يعني في يوم العيد او شاف الانسان اضحية العيد ده بيدل على ان هو ان شاء الله في آآ فرح آآ كبير في الفترة المقبلة يعرف ان شاء الله ان هو على وشك آآ ان الكرب اللي عنده والهم اللي كان يعني بيصيبه ان شاء الله الهم والكرب ده هيزول في القريب العاجل بإذن ربنا عز وجل الحالم اللي يشوف او النائم اللي يشوف ان التالج داب او شاف ان هو كان بيمشي على التالج والتالج ده داب يعرف ان شاء الله همه هيدوب يعرف ان شاء الله آآ في قرب فرج وفي تغيير في حياته للأفضل بإذن ربنا عز وجل حباب الله ربنا بشركم بكل خير اتمنى تكتبون حلامكم اسفل الفيديو علشان نفسركم فسر وقت وما تنسوش تشيركم في القناة واتفعلوا الجرس علشان قناتكم تسأل اقبال كدرونكم من الناس دوم تفرعة الله ومنه وللقاء فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله